السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل البداية صلو على النبي وأذكر الله أصدقائي في هذا الفيديو رح نحكي عن موضوع واتساب في خاصية جديدة بواتساب أو يعني إلى فترة نازلة ممكن يعني مو أغلب الناس صارت تعرف هذا هاي الخاصية خاصية بتقول إمكانية تعديل الرسائل بعد إرسالها على واتساب يعني أنا رسلت أو أرسلت رسالي إلى شخص معين على واتساب كتابي طبعا ولقيت عندي أخطاء أملائية أو معرفة توصل له الفكرة وبدأ غير في الرسالة فبكل بساطة بحسين عدل الرسالة بعد أرسالها كيف هاتشي بتتم بطريقة سهلة وبسيطة بإذن الله كل ما عليكم ومتابعة الشرح إلى النهاية السلام عليكم ورحمة الله مرحبا فيكم من جديد رجعنا لأكمال الشرح قبل ما أشرح هذه الخطوات بشكل مباشر أتمنى منك في حل كنت أول مرة بتشوف فيديوهاتنا على القناة فبتمنى منك الاشتراك وتفعيل زر الجرس نتساعدنا لنوصل إلى 2 مليون مشترك نعم هدفنا الآن هو نوصل إلى 2 مليون مشترك وبمساعدتك بإذن الله رح نستطيع نوصل لهذا الرقم الآن يا جماعة من أجل موضوع واتساب وتعديل الرسائل فالأمر بسيط رح توجه بداية إلى واتساب وأي محادث عندي في واتساب مثلا لو لاحظت معي أنا عندي هاي الرسالة قمت بإرسالة على واتساب أجل تعديل الرسالة فبحدد الرسالة اللي بدأت دلها وبعدها بروح إلى الثلاث نقاط على اليسار في الأعلى بضغط عليها في عندي خيار تعديل بضغط على تعديل وبتم فتح تعديل الرسالة مثلا أنا كتب السلام عليكم ورحمة الله وبكتب على إشارة الصح بضغط على إشارة الصح اللي على اليسار وبتم تعديل الرسالة إذا لاحظت معي بيكون كاتب تم تعديلها هاي هي الطريقة جماعة تستفيدوا منها ودمتم سالمين